وعايزين يعني تعالي نقف الأول عند اللقاء الأمس ماتش ما كانش سهل ماتش كان كالعادة الأهلي بيمشي فيه مع الزمالك راس براس ودايما في اللقاءات اللي بتجمع مع بين الأهلي والزمالك خصوصا في النهائيات بتفرق دايما بهدف وقد كان ده برضو اللي حصل من جديد في لقاء إمبارح شفت الماتش إزاي؟ شايف الفريق بشكل عام عامل إزاي؟ ومتوقع له إيه في البترة اللي جاية إن شاء الله؟ والله طبعا هي كان فيه بس هي كانت مشكلة كبيرة إن إحنا ما قدناش نشوف المباراة قدرنا إحنا نسمع المباراة فطبعا تحللنا من المباراة مبارح طبعا زي ما بدأنا الكلام إنه هو كان الفريق الفترة الأخيرة كان فيه سوق توفيق كان لسه العناصر طبعا الشباب لسه الخبرات مش كافية إن هي تبدأ تبقى عندها زي ما بنقول إنه هو الخبرات البتاركة بالضبط اللي هي تبقى موجودة عندي عندنا فيه لعيبة خبرات بس مش بالكم اللي موجود في فرقة الزمالك هنرجع تاني نقول إنه هم المدرب الجديد الأسباني طبعا دانيلو ده عمل شغل كبير معنا من وجهة نظري وبان في فترات قليلة هو ما بقلوش كتير مع الفريق فبس قدر الشكل أو الطريقة بتاعته تبقى موجودة أو تظهر في الفريق وده دليل اللي هو آخر مباراة اللي كانت موجودة في الدوري أول أهلي خسر فرق واحد أو اتنين تقريبا بس الشكل بدأ يتغير قدر لما الفترة بدأت تطول معاهم وقدر يعني يبدأ يفهم الفريق يبدأ فيه نسجام حصلت كلنا مبارح سمعناها في مباراة بتاعت السوبر شايف إن الفريق بدأ يحط رجله خطوات البطولات ما أعتقدش إن الأهلي على ما أظن إن هو يقدر ينزل تاني هو بدأ فيه شغل باين العيبة كانت بتقاتل جامد جدا بصراحة أنا من وجهة نظر مبارح عيبة كالعادة أه طبعا أنا على تواصل مع العيبة كتير موجودة في الفريق لا الروح موجودة عالية جدا قدروا يشتغلوا كويس قوي قدروا يحفظوا فرقة الزمالك قدر التدعمات اللي كابتن ياسر لبيبي وكابتن من خالد العوضي قدموها للفريق بدأت تساعد ودي اللي بانت في الشغل التاني كان فيه تأخر في الشغل الأولاني فرق اتنين أو تلاتة تقريبا قدرت الخبرات اللي موجودة وهي دي اللي كانت نقصة للفريق وإن شاء الله تبقى الفترة الجاية العيبة اللي موجودة هتبدأ تخش في فترة الخبرات بدأت تظهر إحنا كنا دايما بتحصل دروب في آخر خمس دقيق تقريبا دلوقتي بقينا إحنا اللي نفرق في آخر خمس دقيق فده اللي ظهر وده اللي يعني اللي بان لنا كلنا إحنا للأسف معرفنا تشوف المباراة بس قدرنا نسمعها على قد الخبرة اللي عندنا قدرنا نقضى يعني ده التحلل اللي موجود في الفريق يعني اشتركوا في القناة